اسرار وخفايا لتنظيم داعش كشف عنها النقاب في الكويت هذا ما نقلته مفصلا صحيفة الجريدة الكويتية في اعترافات احد ابرز قادة التنظيم المسمى ابو تراب والذي اعلنت القاء القبض عليه وزارة الداخلية الكويتية الاثنين الماضي علي محمد عمر المتهم الكويتي المعترف بالانضمام لداعش من موالد 1988 تولى حسب اعترافاته خلال تواجده في الرقة السورية مسئولية تشغيل حقول النفط والغازة وتصديرها من العراق وسوريا لصالح التنظيمة اما بعض ما كشف عنه ابو تراب من مفاجآت فهو علاقة داعش بايران ونظام الاسد وحسب اعترافات ابو تراب فان داعش على علاقة جيدة مع نظام الاسد وايران واكد حضوره شخصيا في اجتماعات تنسيقية مع جهات تمثل نظام الاسد والاستخبارات الايرانية وقدم ابو تراب كشفا باسماء القادة الميدانيين للتنظيمة وجنسياتهم وآلية عملهم واتصالاتهم مع بعض الجهات الاستخباراتية واشار الى وجود نحو مئة مقاتل كويتي وبدون يقاتلون مع التنظيمة وقال ان قادة داعش في سوريا عراقيون واغلب عناصره من تونس والمغرب والجزائر وشرح كيفية تهريب داعش للنفط وبيعه في السوق السوداء وحسب صحيفة الجريدة التي وصفت ابو تراب بالصيد الثمين فان التحقيقات مستمرة وتم كشف كثير من الاسرار الداخلية الاخرى الخاصة بالتنظيمة وهي اسرار معظمها لم يكن معروفا حتى للتحالف الدولي قاسم حميد العربية